موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان وبداية من هذه الحلقة إن شاء الله سنشرع في أن نذكركم كل يوم بحادث وقع في شهر رمضان في مثل هذا اليوم منهم الحلقات الثلاث الماضية كانت نستطيع أن نقول بمثابة فاتح للشهية أو التمهيد أو المدخل لهذه الأحداث فنحن حين حدثنا عن المسلمين الذين فقدوا رمضان ومخاطرتهم العظيمة وتضحياتهم بأنفسهم في سبيل الصيام قصدنا بهذا أن ننبه المسلمين اليوم اليوم ممن لا يجدون عنة ولا مشقة ولا ضرر إذا صاموا رمضان هذه نعمة هذه نعمة نحن فيها ينبغي أن نشكرها ونتمسك بها ونحمد الله تبارك وتعالى عليها ونوفيها حقها قبل أن تأخذ منا ونحن رأينا كيف يفعل الذين لم يستطيعوا نصوم رمضان وفي الحلقة الثانية حين تحدثنا عن رمضان الأول فإنما كان المقصود أن نعيش مع الصحابة أجواء أول رمضان فرض عليهم صيام وكيف أن هذا الشهر هو الذي تتنزل فيه الرحمات وتنزل فيه عليهم نصر الله الكبير في غزوة بدر الغزوة الفارقة الحاسمة في مصير الإسلام ومصير الجزيرة العربية والتاريخ الإسلامي كله ويعني ننتبه معا إلى أن هذا النصر بدر لم يكن إلا ثمرة أنعم الله بها على النفوس التي استقبلت التكاليف الجليلة فسمعت وأطاعت وخرجت من حظ نفسها وحظ الدنيا فلو شئنا أن يتبدل حالنا الآن وأن يتنزل علينا نصر ربنا تبارك وتعالى وأن نعيش النصر في رمضان مثلما عاشه أسلافنا فمن الواجب علينا أن نقوم بالتكاليف التي قاموا بها وأن نسمع لله ورسوله ونطيع مثلما سمعوا وأطاعوا ولما تحدثنا في الحلقة الثالثة عن رمضان قبل التلفاز كان الغرض والمقصد أن ننبه أذهان الناس الآن الذين تعودوا على أنه رمضان شهر اللهو والعبث وكثرة الطعام والمسلسلات والمسابقات التافهة يعني قصدنا أن ننبههم إلا أنه هذا الجو كله هو جو غريب طارئ علينا يعني لم يحصل لم يتحقق في بلدنا إلا منذ عقود قليلة فضلا فقط وهو حصل عندنا لأن وسائل الحكم وبالتالي وسائل الإعلام لم تعد بيد الأمة بل صارت بيد الأنظمة التي نصبها المحتلون الأجانب علينا فحولوا رمضان من شهر تزداد فيه العبادات وصلة الأرحام وفعل الخيرات إلى شهر تزداد فيه المنكرات ويرتبط في أذهان الناس وأرواحهم بالعبث والمتعة واللهو كأنه شهر ترفيه لا شهر تهذيب وتدريب وتربية كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأن أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة المزيد من فعل الخير التكافل التزاور التراحم الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الآن نبدأ معكم هذه السلسلة التي نقتطف فيها من تاريخنا العظيم أحداثا رمضانية يوافق ذكرى حدوثها ذكرى اليوم الرمضاني فنحكي لكم إن شاء الله في كل يوم قصة سنطوف فيها من الصين إلى الأندلس ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام المعاصرة بعضها أيام عزة نحاول أن نفهمها ونتذوقها لنتشوق إليها وبعضها أيام ألم وشدة وحسرة ونحاول كذلك أن نفهمها أيضا لنتعلم منها ونسعى لأن نتجنبها اليوم هو اليوم الرابع من رمضان وقبل أكثر من ثمانية قرون كان يشهد واحدة من اللحظات الباسلة والصمود الصلب للمسلمين القلة المقاتلين في قلعة الطور ضد الحملة الصليبية الخامسة تعالوا نحكي هذه الحكاية بداية لكي يفهم القارئ أو المشاهد المعاصر لكي يفهم طبيعة الحملات الصليبية شوف الحملات الصليبية كثيرة وهي لم تتوقف ولم تنقطع يعني حتى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق بل حتى الاحتلال الروسي الحاصل الآن للشام هو من الحملات الصليبية وطبعا ما قبله من الاحتلال الفرنسي والإنجليزي والبرتغالي كل هذا أيضا من الحملات الصليبية على الديار الإسلامية لكن الاسم ده اللي هو اسم الحملات الصليبية حين يطلق فهو يراد به تلك الحملات التي انطلقت من أوروبا في اتجاه الشام ثم مصر واستمرت لمئة عام هذه الحملات اللي هي بزغت فيها أسماء عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وركن الدين بيبرس سيف الدين قلعون وغيرهم 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 هذه الحملات نستطيع أن نقول أنها كانت خيطا متصلا لم ينقطع لكن الموجات الكبرى فيها هي ثماني حملات علشان نستوعبها مع بعض هيأكل آتي الحملة الأولى والثانية والثالثة كانت على الشام الرابعة انحرفت عن غايتها واشتبكت مع الدولة البيزنطية اللي هي عاصمتها القسطنطينية اسطنبولي الآن طبعا الدولة دي اللي هي الدولة البيزنطية هي الدولة اللي احنا بنعرفها في التاريخ الإسلامي باسم الروم أو الروم الشرقيين أو الروم الأرثوذوكس هؤلاء يعني لكي أيضا يفهم المشاهد اللغة الغالبة عليهم كانت هي اليونانية وكانت تمثل القسم الشرقي من المسيحية الغربية بينما القسم الغربي من أوروبا هو الذي يطلق عليه يعني تجوزا الفرنجة وعاصمتهم الدينية هي الفاتيكان اللي هي في روما ومذهبهم كاثوليكي واللغة السائدة فيهم هي اللغة اللاتينية بطبيعة الحال الاشتباك والاختلاف بين الدولتين والمذهبين على أشده الأرثوذوكس والكاثوليك فالحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن غايتها بدل ما هي كانت جاية عند الديار الإسلامية انحرفت فاحتلت القسطنطينية يعني حصلت بعض الأحداث احتلت القسطنطينية وخربتها وحكمتها لحوالي أربعين سنة تقريبا وكان هناك محاولة لتوحيد النصارى تحت البابوية في روما وتحت المذهب الكاثوليكي فدي الحملة الرابعة خلاص انحرفت وما جاتش عندنا في الديار الإسلامية الحملة الخامسة والسابعة اتجهت نحو مصر لأن الصليبيين رأوا منذ ذلك الوقت أن تجربة الحملات الصليبية الثلاثة الأولى والثانية والثالثة أثبتت لهم أن مصر هي التي حسمت المعركة بما فيها من أموال ورجال فبالتالي ركزوا على مصر أولا طيب الحملة السادسة اللي أنا سبتها دي دي حملة عجيبة هذه الحملة اتجهت لبيت المقدس واحتلته بقوة قليلة تخيلوا 600 فارس فقط تحتلوا بيت المقدس ولكن طبعا كان هذا بفعل الخيانة وهذه قصة ربما نحكيها فيما بعد قصة مؤلمة ومريرة جدا الحملة الثامنة هذه سلكت طريقا مختلفا حاولت أن تأتي من طريق تونس لكن تصدى لهم الحفصيون الدولة الحفصية التي كانت تحكم هذه المنطقة فيما بعد فده كده استعراض عام للحملات إحنا قصتنا اليوم تتعلق بالحملة الصليبية الخامسة طيب دلوقتي أنتم عارفين طبعا الحملة الصليبية الأولى جاءت في وقت الشام كان فيه ممزق بين السلاجقة وبين العبيديين الفاطمين في مصر السلاجقة في العراق وفارس والعبيديين الفاطمين في مصر والمغرب العرب والشام نفسه كان ممزقا بين أمرائه يعني حتى الأمراء السلاجقة منقسمين وهناك أمراء مستقلون عنهم ونتصور بالمناسبة أنه لو كان الشام في ذلك الوقت متوحدا واستطاع أنه يصد الحملة الصليبية الأولى فإنه أوروبا بطبيعة الحل ما كانت لتفكر في تكرار الحملة الصليبية على الشام إلا بعد وقت طويل آخر ربما قرون مثلا لكن الضعف الذي كان في هذه اللحظة هو الضعف المغري الذي تسبب في نجاح الحملة الصليبية الأولى وبالتالي تسبب في سائر الحملات الصليبية بعد ذلك لأنهم جربوا أنه من الممكن هزيمة المسلمين واحتلال هذه الديار منهم الحملة الصليبية الأولى استطاعت في ظل الظروف التي تسيطر على الشام أن تؤسس أربعة ممالك مملكة الرهى مملكة أنطاكيا طرابلس بيت المقدس ومملكة بيت المقدس هي المملكة الأكبر في الإمارات الصليبية وهي المملكة الأهم بطبيعة الحال وملك مملكة بيت المقدس يعتبر هو الملك الأكبر للإمارات الصليبية هذا الوجود الصليبي الذي نشأ في الشام لم يتعرض لتهديد حقيقي كبير إلا على يد عماد الدين زنكي عماد الدين زنكي استطاع بالفعل تحرير الرهاء يبقى أول إمارة الصليبية استطاع تحريرها وهذا الأمر هو الذي انقلبت له أوروبا فأرسلوا الحملة الصليبية الثانية الحملة الصليبية الثانية هذه جاءت في وقت كان الشام فيه نستطيع القول شبه متوحد ليس متوحدا بشكل كامل لكن كان شبه متوحد وكان متحلفا مع منطقة شمال العراق والجزيرة الفراتية فاستطاع هذا المجهود الإسلامي أن يصد هذه الحملة أمام دمشق وعادت مدحورة مخذولة فيما بعد استمر الجهاد الإسلامي توحدت مصر والشام على يد نور الدين من خلال الأسرة الأيوبية نجم الدين أيوب اللي هو والد صلاح الدين وأخيه أسد الدين شيريكون اللي هو أم صلاح الدين وبعد كده صلاح الدين الأيوبي وهذا الاتحاد بين مصر والشام هو الذي استطاع تحرير بيت المقدس بعد الموقعة الفاصلة اللي هي موقعة حطين هذا التحرير لبيت المقدس تزلزلت له أوروبا فأرسلت في ذلك الوقت أقوى الحملات الصليبية التمانية هذه الحملة هي الحملة الصليبية الخالثة اللي كان فيها بقى ريتشارد قلب الأسد الإسم المشهور وهذه الحملة استطاع صلاح الدين صدها بصعوبة بالغة فهو بالفعل استطاع أن يحافظ على بيت المقدس يعني بيت المقدس لم يضع منه مرة أخرى لكن هذه الحملة عززت الوجود الصليبي في بقية إمارات الساحل وانتهت الحملة بصلح معروف اسمه صلح الرملة وهذا الصلح اللي هو مات بعده بشهور صلاح الدين الأيوبي من المؤسف أنه الذين خلفوا صلاح الدين الأيوبي على الدولة الأيوبية لم يكونوا على مثاله كانوا أضعف منه ويعني كان أمرهم صعب وسنرى بعد قليل لكن المهم يعني أنه من فضل الله علينا أن الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن طريقها كما ذكرنا فلو أن هي أكملت إلى الشام لكانت النتائج ستكون مروعة وربما بالفعل استطاعوا أن يستعيدوا بيت المقدس مرة أخرى في ظل هذه الأوضاع بعد صلاح الدين فانحراف الحملة الرابعة وفر وقت للملك العادل سيف الدين اللي هو أخ صلاح الدين الذي سيطر على الدولة الأيوبية من بعده وهذا الوقت هو الذي سيستثمره صلاح العادل سيف الدين في بناء هذه القلعة التي هي موضوع حلقتنا اليوم ونتابع ذلك إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقفنا معكم عند أن انحراف الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية كان من فضل الله على المسلمين وأن هذا الوقت استثمره الملك العادل سيف الدين أخ صلاح الدين في أن يبني القلعة التي سنتكلم عنها النهاردة هذه القلعة بنى قلعة منيعة متينة فوق جبل الطور القريب من عكا يعني ليس جبل الطور الذي هو في مصر أو في سيناء لا هذا جبل قريب من عكا اسمه جبل الطور فالقلعة التي بنيت فوقه سميت قلعة الطور هذا المكان يسيطر تقريبا على إقليم الجليل ومن تملكه كانت له اليد العليا على المنطقة يعني لو انتلكاه الصليبيون يهددون دمشق لو انتلكاه المسلمون يهددوا عكا وعكا صارت أهم المراكز الصليبية بعد تحرير بيت المقدس يعني مملكة بيت المقدس الصليبية نزح أهم من فيها إلى عكا فصارت عكا المركز المهم بعد بيت المقدس بالنسبة للصليبيين ومن أجل هذا أنا قلت لكم سميت قلعة الطور وأن هذا جبل قريب من عكا هذه القلعة كانت من المكانة والخطورة بحيث أن بعض المؤرخين يذكر أن بناء هذه القلعة كان من أسباب قدوم الحملة الصليبية الخامسة لأن ملك بيت المقدس المهزوم اللي هو موجود في عكا استغاث بأوروبا لخطورة التهديد الذي يمكن أن يقول إلى طرد الصليبيين من الشام كلها يعني هو تخوف من هذه القلعة لأنه ممكن أن تنهي الوجود الصليبيين فهذا القلعة بالمناسبة كان فيها أصلا يعني هذا المكان كان فيه قلعة للصليبيين لما كانوا يحتلون هذه المنطقة لكن المسلمين لما ملكوها خربوها لكي يزيلوا هذا التهديد الصليبي المحتمل وبعد كده يعني بدأ للملك العادل أن يعمرها لتكون مصدر قوة بيده ضد عكا ابن واصل مؤرخ الدولة الأيوبية صاحب كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب يتكلم عن أن الملك العادل سيف الدين يعني اعتبر بناء هذه القلعة أمر مهم فنزل بعساكره حولها أحضر الصناع من كل بلد استعمل جميع أمراء العسكر في البناء ونقل الحجارة ولم يزل مقيما عليها حتى بناء وطبعا أنفق في ذلك أموال طائلة واللي اشتغلوا فيها حوالي 500 بناء يعني غير كمان المساعدين من الفعلة والنحاتين ولما أكمل البناء يعني أحد الشعراء اسمه ابن النبي المصري مدحه بقصيدة تدل بعض أبياتها على المكان وخطوراته وارتفاعه وأنه يشبه القلعة وأنه كحارس يحرص المنطقة من عكا إلى صور يعني ما يهمنا في هذا الكلام أنه هذه القلعة حين استوت بناء قويا شامخا صارت موضع تهديد للصليبيين فيما بعد الملك العادل طبعا جاءت الحملة الصليبية الخامسة لكن جاءت في وقت لم يكن فيه الملك العادل مستعدا طبعا الدولة الأيوبية كان فيها نوع من يعني كان نظامها نوع من الإقطاع العسكري الإقطاع العسكري يعني الجيش بيجتمع حين يستدعى وكان الملك العادل في ذلك الوقت قد بدأ يقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة الملك الكامل الأيوبي أخذ مصر الكامل محمد أخذ مصر المعظم عيسى أخذ منطقة الشام الأشرف موسى أخذ منطقة الجزيرة الفراتية يعني شمال العراق وتمتد إلى شرق الأناظول ففي النهاية لما جاءت طليعة الحملة الصليبية الخامسة فعليا لم تجد كثيرا من العسكر الذي يمكن أن يواجهها الحملة الصليبية الخامسة كان فيه طليعة يعني أرسلت أولا وهذه الطليعة بدأت تهاجم الشام يعني نزلت في عكا وبدأت تهاجم الشام لكن بقي الجيش الرئيسي الذي سيهاجم فيما بعد مصر هنا سنجد أن هذه الطليعة التي جاءت لتهاجم الشام في الحقيقة حتى كانت حركتها نستطيع أن نقول أنها كانت حركة عشوائية يعني ما كانش ليهم هدف معين لا نستطيع أن نذكر خطة أو نستنتج من حركاتها خطة هم كانوا يعني يتملكون المقدرات الاقتصادية يعني يغيرون على البلاد ينهبون أسواقها طبعا يقتلون ويسبون فطبعا هذه الحملة خربت بيسان وحاول الملك العادل الأيوبي اللي هو سيف الدين أنه لا يصطدم بها لأنه كان في قلة من العساكر في ذلك الوقت طيب موضع حلقتنا اليوم أن هؤلاء هؤلاء توجهوا إلى هذه القلعة المنيعة التي كانت قائمة على هذا الجبل واستطاعوا بالفعل أن يحاصروها وأن يقضوا في هذا الحصار عشرة أيام وكان يقود هذه القلعة رجل يعني رجل من الرجال الذين خلدوا أسماءهم في التاريخ بموقعة واحدة وهو محمد بن أبي القاسم الكردي هذا كان قائد الحامية في هذه القلعة استطاع هذا الرجل أن بصموده وثباته وصلابته أن يمنع هذه الجيوش الصليبية التي يقودها ملك المجر اسمه أندريت ثاني أن يمكنهم من الاستيلاء على هذه القلعة بل وانتوا طبعا عارفين حين تكونوا محاصرا فبعض الخطة العسكرية الطبيعية في مسألة المحاصر أنه يحاول أن ينفذ غارات خاطفة في أحد هذه الغارات الخاطفة نزل محمد بن أبي القاسم واستطاع كأنه دخل في مبارزة مع أحد قواد هذه الحملة فبالفعل اختلف القائدان ضربتين يعني كل منهما طعن الآخر طعنة مات فيها فبهذا الصمد الذي نفذه محمد بن أبي القاسم الكردي وبهذا العجز رحلت الجيوش الصليبية عن هذه القلعة وظلت هذه القلعة قلعة متينة وعظيمة ومستقرة وكان هذا في هذه الأيام الأولى من شهر رمضان لأن الحصار هذا انتهى في حدود سبعة رمضان يعني في مثل هذا اليوم كانوا ما زالوا في هذا الحصار وكانوا يسطرون هذه الصلابة التي عجز أمامها جيش الحملة الصليبية فيما بعد جاءت الحملة الصليبية نفسها بقى الجيوش الرئيسية ولكنها هاجمت مصر ونزلت عند دومياط مدينة دومياط كانت الفكرة عند الحملة الصليبية الخامسة أن إحنا إذا استطعنا القضاء على مصر فإننا يمكن أن ندخل منها إلى بيت المقدس أو على الأقل نفاوض الأيوبيين على أن نرحل على مصر مقابل أن يسلموا لنا بيت المقدس وذكرت لكم أنه كان الناس يعني الأمراء الذين خلفوا صلاح الدين الأيوبي من بعده العادل سيف الدين وأبناؤهم من بعده كانوا أضعف وأقل صلابة بكثير من صلاح الدين فبالتالي كان أول ما أفكر فيه العادل سيف الدين طبعا كانت دومياط مدينة مهمة وكان فيها برج على مدخل النيل اسمه برج السلسلة كان يعتبر يسميه المؤرخون قفل الديار المصرية لأنه طول ما هو قائم طول ما لا يستطيع أن يقتحموا الديار المصرية فعلى كل حال أول ما فكر الملك العادل سيف الدين أنه يشحن وينقل كل جنوده إلى دومياط فهنا كان من ضمن ما فكر فيه أن يهدم قلعة الطور التي بنها وأنفق فيها أموالا طائلة وأن يسرح جنودها لكي يلتحقوا بدمياط وأن يوزع الأسلحة المشحونة فيها على بقية المناطق بالفعل الصليبيين أرادوا أن يفاوضوا على بيت المقدس وكان الكامل الأيوبي يعني مستجيبا لهم أنه تخلى لهم عن بيت المقدس أنهم ممكن يدخل مفاوضات لكن هما كان تقدرهم أنهم يستطيعون أن يحتلوا مصر وأن يذهبوا منه إلى بيت المقدس فرفضوا هذا العرض المغري من الكامل فبالتالي اضطر الكامل إلى المقاومة ومجهود الجيش الأيوبي ومجهود المماليك الذين كانوا معه وكذلك المجهود الشعبي استطاعوا دحر هذه الحملة الصليبية الخامسة ولم تستطع الحملة لا أن تحتل القاهرة ولا أن تحتل بيت المقدس وفي وقت هذه الحملة لما استطاعوا اقتحام برج السلسلة الذي كان موجودا فيه دمياط فازع لهذا الخبر الملك العادل سيف الدين وكما يقول المؤرخون دق على صدره دقة ثم مرض الموت ومات الذي يهمون التركيز فيه هنا أن الناظر في صيرة الأيوبين فعلا في تلك الفترة يرى فيهم نوعا من الفزع والخوف الذي لم يكن مثله في صلاح الدين فلذلك تجدهم مسارعون إلى هدم القلاع وهدم الأسوار بل حتى سارع الجيل التالي الكامل الأيوبي فيما بعد ثم ابن أخيه الناصر داود إلى تسليم بيت المقدس بالفعل وهذا الذي فعله الملك العادل من هدم قلعة الطور وهدم أسوار بيت المقدس لكي لا يتحصن بها الفرنجة لم يجد شيئا لأنه بالفعل سقطت ضمياط ولم تستطع القوات الصليبية أن تذهب إلى الشام أو أن تحتل الشام فبالتالي خسر المسلمون هذه القلعة المنيعة وهذا المكان الاستراتيجي المهم لما داخل النفوس من هذا الخوف أو هذا الفزع أو لما لم تحتوي عليه من الصلابة التي ينبغي أن يكون عليها المقاتلون الكبار ففي مثل هذا اليوم كانت هذه الذكرى الذكرى الصمود الصلب للمقاتلين المسلمين في قلعة الطور حتى إنهم صدوا طليعة الحملة الصليبية وحدهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا أيام مجدنا ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة